السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جاي لكم بريفيو جديد في مشتريات آآ كمال سعد مكتبة كمال سعد آآ فيها الحاجات الولادي وفي الحاجات البنات. تعالوا بقى بجينا نشوف الحاجات والمشتريات بكام. احنا جيبنا الشنطة دي. حلوة قوي. آآ فيها اربع سوسط. وفيها وصلة من الجام. وده السلك بتاعها. دي كنا جايبينها بمتين وتمانين. آآ هنا فيه الباكت الكراسات فيه عشرة. دي الستين ورقة. كان عامل آآ تسعة وخمسينة. فيه هنا السكيتشات. فيه اللي هما دي الاربعين. عاملة حداشر جنيه. والستين عاملة عاملة اربعتاشر جنيه. هنا بقى فيه المقلمة دي الولادي. حلوة قوي. كانت عاملة خمسة واربعين جنيه. وفيه هنا الزمزمية دي حلوة من ماكس. كانت عاملة تمنتاشر. وفيه هنا اللانشبوكس. فيها معيها معلقة. وسكينة. ودورين هي. كانت عاملة آآ ستة وتلاتين وفيه هنا بقى جبنا فيه اقلام ولادي كده رصاص اللي هي بسنون اللي بتتركب فوق بعض دي. دي كانت عاملة خمسة ونصف. وهنا ده فيه الباكت آآ آآ اقلام رصاص. كانت عامل خمسين. وهنا البرية دي كانت عاملة خمسة جنيه. والمسترة دي اللي هي اشكال دواير. كانت عاملة آآ تلاتة جنيه ونصف. وفيه هنا البرجل ده كان عامل عشرين جنيه. وهنا فيه الهان اللي هو بتاع الجيل بتاع المطهر كان عامل ستة جنيه ونصف. دي بقى ايه كده الحاجات الولادي اللي انا جبتها. نيجي بقى هنا الحاجات البناتي. هنا الشنطة دي برضو فيها اربع رصاصة. جاي آآ بتلتمية وتسعة عشر. وفيه هنا المقلمة دي كان بخمسة وتمانين. وفيه هنا برضو باكت الكرسات كان عامل تسعة وخمسين اللي هو الستين ورقة في عشر كرسات. وهنا برضو اللنش آآ بوكس برضو كانت عاملة برضو ستة وتلاتين ونصف. دي الولادي. وهنا برضو فيه اللي هي القلم الرصاص. كان عامل خمسة ونصف. وهنا برضو جبت لها الجل ستة ونصف. وهنا الازازة بتاعت البناتي دي. كب تمنتاشر. وهي دي بقى دي كل المشتريات. استنونا بقى في فيديو جديد آآ ريفيو جديد. ما تنسوش تعملولي لايك وسبسكرايب. ما تنسوش تعملوا بقى شير للفيديو. وشكرا على متابعتكم. باي باي.